السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء تلاميذ سنة ثانية ثانية وليوم شاء الله راح نحلو تمرين اللي راه موجود في الصفحة 63 نبدأ على بركة الله نشرح السؤال وشعطاهنا كامل في السؤال نبدأ قلت لك هنا يا دا اكسن فالدز قريتو ديجا دا اكسن فالدز هذك السفيلة اللي تحطمتو كامل قلت لك هنا يا the shipping company شركة الشحن راح تكتب ما قال للاعتذار على جال الدامج على جال يعني وش تكسر فيه وش تحطم فيه وتوعدهم أيضا بتصليح معنتها وش تكسر هنا وش أطلب منك سؤال قلت لك rewrite the press release using the secretary notes in the box below and the future passive you can add sentences from your own قلت لك هنا يا استعمل لنا هذا اللي وش أطولنا كامل هنا يا في البوكس باش تكتب بلنا press release ما قال لها هكذاك مستعملا فيها future passive اوكي future passive ما تنساوش ومن بعد قلت لك هنا تقدر تزيد يعني جملات من عندك اوكي هنا الpress release راي عاونتكم يعني عاونوكم كيف تبدأوا تدير هكام we make our sensor apologize for the damage caused by the wreck of the exonvaldez yesterday we promise that قل لك رانا نحتاضوا من تحطوا من السفينة exonvaldez البارح ورانا نعيدوا به هاذو وش أطالك هنا يا كامل تديرهم في جملة والفعل التاحة لازم تحطوا في الفيوتر باسف نبدأ قل لك الفين ووركرز ووركرز معنت هالعمال اه توظيف اه توظيف ريكريت توظيف الفين عامل قريبا هذي لازم اه تكتبوها في الباسف وشوفوا كل جملة فش كتبناها في الفاسف اوكي اويل ايكابريت واذه special machine قل لك راح نريكيبيريو للأويل اخرجوا ذلك الاويل البترول بمشينة خاصين بيتشيز كلين قل لك لازم عيوم ينظفوا الشواطئ بيرد واش اوت اه قل لك هنيا الطيور هذو كل ينظفوا على الموحيط تاع الطيور marine life restore قل لك الحياة البحرية تعاود يعني يرجعها كما كانت tourist industry اه compensate for its loss قل لك هنيا شوف مجال السياحة ولا مجال اهي يعوض اه من الخسائر تاعه كامل hotel workers employ by the company قل لك هنيا العاملين تاع الفنادق والموظفين اه راح ينرجوهم يعني اه بواسطة اه الشركة اوكي شوفوا هنيا ضركة قل لك لازم هنما هنيا اكيد راح يكون عندك لازم تديلي سابجكت وتحط الفيعل في الباسيف فويس وتحط لك الوبجكت لازم تحط هذو ثلاث عناصر اه تحطهم اوكي نروحوا نشوفوا الان كيفاش اكتبنا نبدأوا اول جملة وي براميس ذات هنا اقرار نحن نقولوا باللي اه 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 نعدوكم باللي الفين اه اه عامل راحين يدخلوهم يخدموا قريبا نروحوا نشوفوا كيفاش اكتبنا هذا الفقرة باش اجيكم سهلا ونشرحوها مع بعض والا هاولكم الحل شوفوا ويميك اول هذ الإعطاوها الح single谢谢 حتى الوين حتى الهنا وماك عور موسيقىadora ا shopping forgot for the damage caused by the wreck of the fact of the eddy يستدى هنا يا قل لك اويل والبي شوفوا هنا يا وش قل لك قل لك هنا يا راستعمل لنا الفيوتر باسف لو كان يكون عدنا الفيوتر عادي لو كان يكون عدنا الفيوتر عادي في الاكتف نديرو ويل زائد الفعل كي يجي مراه يجي في الانفينيتيف ماشي مصرف بالصح كيتحول الفيوتر من الاكتف الى الباسف لازم نزيد لو بي في الوسط تحط بين ويل والفعل الاصلي تحط بي وتحط الفعل تاعة كذا في الباسد بارتي سيبول اوكي اذا كان فعل ريجولر نزيدو لو ايدي ولكن رايح يتبدل ويبقى ولا يبقى كي مراه اوكي اويل ويل بي ذو كنت تلقاوهم ذو شوفوا الفقرات التوانا كامل فيهم ويل بي وزايد الباسد بارتي سيبول تاع الفيعل اوكي اويل ويل بي ريكوبراتد ويل بي سبيشال ماشيينز ويل بي كلييند فهمتو شوفو ها قالك ذو كنا راشرح لكم بالعربية بيش تفهموا باللي راي في المبني المجول قالك البترول سوف يتم استرجاعه اوكي بادوات يعني ماشيينز سبيشال and the spoiled beaches وهذو كل البيتشيز اللي يعني توصحوا كامل will be cleaned وهذيك الشواطئ سوف تنظف شتو المبني المجول تنظف اوكي هايلك will be cleaned marine life هايلك will be restored اوكي الحياة البحرية سوف تسترجع birds will be washed out شفتو ها هي كامل قلت لكم will be داكو we promise that then that two thousand workers will be recruited soon يعني نوعدو باللي ندخلو نخدمو الفين عامل شوفو هنا يا معليش الافكار ماشي كي ما اعطوهم لكم في السؤال هنا كين بعض الجملة سبقة جملة بدلو يعني هذي عادي اذا حبيتو تبدلو تبدلو الجملة البوزيشن تاحهم اللي زع ما اعطوها لك فسؤال لولا انت تحطها الثانية ولذا لا معليش يعني ماشي هتأثر لك في الفقرة تاعك hotel workers العمال اللي كانوا يخدموا في الزوتيل will be employed راهم راحين يخدموهم سوف يدخلوهم يخدمو buy the company من طرف الشركة and the tourist industry كيش يقولو الصناعة السياحية will be compensated راهم راحين يخدموها for its loss يعني راهم راحين يطولها كم نقولو يطولها حقها من ال وش ضع لها اوكي وهنا يعدلك هليان قط قلك تقدر هذي مزيدوهاش هذي مزيدوهاش في الفقرات تحكم قلك تقدر تزيد تقدر تزيد تقدر تزيد الامثيلة من راسك تقدر زيد امثيلة من راسك مش تدير امثيلة من راسك حاجة وخلاص تدير امثيلة من راسك عندها علاقة مع تحطم هذه الباخرة اوكي المهم كان هذا هو نهاية الفيديو والشرح الصفحة تعناه 63 نقولكم سنة مو عليكم وننتقي في فيديو اخر ان شاء اوكي اشتركوا في القناة